السلام عليكم طلاب وعدنا الجزء الثاني اللي هي غلاف الخلية والجزء الثالث اللي هي السايتوبلازم راح نجي كل جزء ونعرف شنو انواع الملحقات انواعها شنو ينمو الحقات انواعها هي الفلاجلة ملحق لي الخلية اللي يكون الجزء الطويل بالخلية والجزء الاصغر منعتها شوية شي يكون اسمه الفلاي والجزء يكون الاصغر من البلاي هي الفابريا اللي هي الزغابات زين هسه شنو عندنا الملحقات عندنا الفلاجلة الجزء الطويل بالخلية وعدنا الجزء الاصغر من الفلاجلة اللي هي البلاي اللي هي الاهداب والجزء الاصغر من البلاي اللي هي الفابريا اللي هي الزغابات زين نجي للجزء الثاني اللي هو شنوه السيل انفلوب اللي هي غلاف الخلية منين يتكون غلاف الخلية طبعا هاي اهم شي بالخلية زين الطبقة الاولى او الجزء الاول او النوع الاول من الانفلوب هي اللي هي نفسها اللي تتكون من الكابسول تمام يعني ما يقلك الكابسول هي نفسها اللي هي نفسها الجزء الثاني اللي هي Seal Wall هذا الجزء مهم جدا والجزء الأخير اللي هي Seal Membrane تمام؟ نجي لي الجزء الثالث طبعا راح نجي ندرسها واحدة واحدة وندلمكانها أين وشن وظيفتها الجزء الثالث اللي هي السايتوبلازم شنو محتويات السايتوبلازم؟ ومحتويات اللي هي Seal Poll والرائبوسومات مثل ما نعرفها الريبوسومات ها شنو؟ اللي هي المسؤولة عن تخليق أو تكوين البروتين والغرانولايز اللي هي تكون الفجوات اللي تكون حاملة أو مخزنة للأغذية وعندنا النكليود أو الكروموسوم اللي هي شنو؟ اللي هي نفسها ال-DNA زيان؟ راح نجي بالرسم ونعرف كل نوع وين موجود وشنو شكله ونجي ناخد طلاب هسه من خلال الرسم راح نعرف شنو المحتويات اللي موجودة وشنو شغل هين وشنو غلاف الخلية وشنو محتوياته والسيتاب لازم وشنو محتوياته وراح نعرف كل واحد وين موجود وشنو وظيفته زيان نجي هسه للمحتويات مثل ما عرفنا الجزء الأول من المحتويات هو الإفلاج اللي الإفلاج اللي وين موجودة؟ موجودة بالخلية وتكون شنو؟ تكون الجزء الطويل بالخلية وشنو وظيفته وظيفته الحركة الموفمنت او المتلايتي او المتايلتي زيان هاي واحدة الجزء الثاني مثل ما عرفنا شنو هو البلاي او البايلوس هاي شوفوه الجزء الثاني تمام اللي يكون شنو شوية اكسر من الافلاج الليه وشنو وظيفته وظيفته الالتساق الادهجن زيان الجزء الثالث اللي يكون شوية اكسر من البلاي اللي هو الفابريا اللي هنا شنو الزغابات هاي شوفو الزغابات ذنة ذنة الشغلات شوفو القصيرة هاي يسمونها الزغابات وايضا هاي شنو مسؤولة عن الادهجن الالتساق زيان هاي تكون شوية اكسر يعني اكسر من البلاي تكون نحيفة خفيفة زيان ومن بعد ما عرفنا الملحقات نجي المن نجي للسيل انفلوبت غلاف الخلية من ين يتكون وشنو وظيفة كل واحد بيهن اول شي عرفنا الجزء الاول من الغلاف اللي هو الاغلاي كوكالكس ومثل ما سميناه سميناه بالكبسولة هذا هو هذا وين موجود هذا موجود بالطبقة الخارجية شوفوها هاي هاي شوفوها هاي الطبقة الخارجية الاولى من الخلية يسميناها كبسولة اللي هي المسؤولة عن حماية ودعم وترتيب الخلية زيان وبعد شنو عدنا عدنا اللي قلناها مثل ما قلناه قلناه الطبقة الثانية اللي هي شنو هي السيلول الطبقة الثانية السيلول اللي هي احد مميزات البكترية انها تحتوى على السيلول السيلول يكون الطبقة الثانية شوفوها هاي الاولى شوفوها هاي الاولى قلناه شنو هي الكبسولة الطبقة الثانية هاشوفوها اللي تكون بالبنفسجي الطبقة الثانية هي السيل والي توفر الدعم لتركيب وشكل الخلية زيان الطبقة الثالثة هي شنو الطبقة الثالثة اللي تكون او الداخلية يعني اللي تكون قريبة تحيط بمحتويات السيلاتوب لازم اللي هي شنو السيل منبران اللي هي شوفوها هاي اللي تكون السايتو بلازم اللي تكون طبقة خفيفة او نحيفة وتكون دهنية او بروتينية تحيط بالسايتو بلازم تمام وتتحكم بالمواد الداخلة والخارجة للخلية المحتويات السايتو بلازم ومثل ما عرفنا شنو محتويات راح نعرف هنا انا وين موجودات من خلال الرسم وشنو وظيفة الجزء الاول منعته هي او احد الزاء السايتو بلازم هي الرايبوسوم الطبقة الحلوة الخفيفة التيني تكون شنو خفيفة اللي هنا ذاني شوفوا النقاط السوت لاني بالرسم النقاط السوت هنا ذاني الرايبوسومات مثل ما عرفنا شنو وظيفته مثل ما قلت لكم لا تنسونا ها ستس مواقع المن للبروتين ساينثيس يعني شنو مواقع تكوين او تصني البروتين زيان بعد شنو عدنا الجزء الثاني اللي هو شنو اللي قرانولا مثل ما عرفنا شنو اللي هي اه تصنع او تخزين او تكون المواد الغذائية اللي هي مثل الفات الدهون والفوسفات او القليكواجين زيان وين هنا ذاني اللي هي ها شوفوا هاي هاي الطبقة اي المسؤولة عن النيوترين عن تكوين المواد الغذائية شو عدنا بعد عدنا بعد الجزء الثالث اللي هو الكروموسوم او النوية ركز عليها النوية من النوات ها اللي يكون الجزء الشبير بالخلية ومثل ما عرفنا اللي هي تحتوي على الدي انا اي تمو على طبقة كبيرة من جزء الدي انا اي ومسؤولة عن الجينتيك عن الصفات الوراثية يعني فالشغلات حلوة وبسيطة وبسرعة تنحفظ بس شوية اراد لك تركز عليه واضح ان شاء الله طلابنا يلا طلاب خلونا نكمل شوفوا هذا الشرح اللي هنا الموجود نفس اللي شرحت من خلال الرسم اللي شرحت وين الرسم هو نفسه هنا كوبي بيس بس شنو راح يبيلك بالتفصيل بس هو نفسه ها نفسه طبعا ركزوا يا اينا ركزوا يا اينا يقول لك ان هان البكتيريا ها بالبكتيريا تمتلك شنو تمتلك كبر كبر شيكون هذا الكبر خارجي وبعد شنو كومباليكس معقد شنو كيميائيا كيميائيا كيميكلي يعني عرفنا انه البكتيريا تمتلك شنو غطاء خارجي ها كومباليكس معقد كيميائيا شنو هذي نسميه سيل انفلوبت نسميه اه غلاف الخلية بعد شي قل لك يقل لك هنا يحيط شنو من الخارج يحيط بالسايتوبلازم غلاف الخلية يحيط بالسايتوبلازم ومحتويات السايتوبلازم واضح ان شاء الله هنا شي يقول لك يقول لك السيل انفلوبت غلاف الخلية تكون شنو ثري بيسك لا يعز يعني يتكون من ثلاث طبقات اساسية او ثلاث طبقات رئيسية مثل شنو مثل اللي هي نفسها الكابسول تمام وبعد سيلول اللي هو غلاف الخلية وبعد شنو عندنا السيل منبران اللي هو الجزء الاخير اللي يكون شنو قريب على محتويات السايتوبلازم او قريب على السايتوبلازم شي يقول لك بعد هنا يقول لك الطبقات انفلوبت لي الغلاف شو تكون تكون مكدسة يعني شنو واحدة فوق الثانية واحدة فوق الثانية احنا مثلا الدعم والحماية من هنين تجي تجي من خلال تكدس هذه الطبقات اللي هي غلايكولكس والسيلول والسيل منبران تكون مكدسة وقريبة واحدة على الثانية او ملتسقة بقوة حتى توفر الحماية والدعم للخلية يلا نكمل طلاب يقول لك هنا مو هنا يكونن مكدسات هنا يقول لك مكدسة يعني ملتسقة واحدة بالثانية وشنو بعد مرتبطات بقوة تعايت لي بقوة شنو بعد يقول لك هنا ايش انفلوب لاير كل طبقة غلاف شنو كل طبقة غلاف شو صير الها ديستاينت وفينكشن الها وظيفة مميزة كل طبقة اللي هي الكابسولة والسيلول والسيل منبران كل وحدة الها وظيفة مميزة بس هنا كل هن شنو كل هن يجتمعن بوظيفة وحدة اساسية يعني كل هن يجتمعن بوظيفة وحدة اساسية اللي هن شنو اللي هي تعتبر وحدة حماية كل شي يخص الغلاف ويحتبر وحدة حماية للخلية واضحة ان شاء الله طلابي هنا وسهلة ومفهومة والأريدة منكم لني كنين تركزون عليهين وتحاولوا انه تكتبوهن بورقة حتى ما تنسوهن أبدا نجي هس طلاب لجزء الاول من الغلاف شن هو الجزء الاول مثل ما عرفنا وحددنا اللي هو اللي غلاي كوكالكس هذا هو اللي يكون الاوتر الجزء الخارجي للخلية راح نعرف شنو الشغلة وظيفة ومن يين يتكون ووظائف المكونات ومالت شنو بالضبط بس ركزوا يعي تمام نجيل هنا اول شي اول شي يقلك هنا سيبر انفايرومينتال كونديشن يقلك البكتيريا تمر بظروف قاسية هاي وحدة الشغلة الثانية يقلك هنا اللي غلاي كوكالكس ديفلوبز يطور نفسه من خلال الجزيئات الكبيرة الماكرو ماكرو جزيئات الكبيرة الماكرو موليكوليز ليش يطور نفسها من الجزيئات الكبيرة حتى شنو حتى بروتك ذسيل حتى يحمي الخلية وبعد شنو وبس يحمي الخلية شي يقل له يقل له هيلب ات ادهر هيلب ادهر شنو يعني يساعدها على الالتزام بمن بالانفايرومينت على الالتزام بالظروف البيئية على الالتزام بالبيئة امالتها زيان بعد شنو شي قل لك يناني يقل لك اللي غلاي كوكالكس ديفير تختلف من بكتيريا الى اخرى يعني مثل بكتيريا اي بها شكل بكتيريا ب بها شكل من ناحية شنو؟ من ناحية الث concentration forRA من ناحية الترتيب اللي هي نفسها الارجمنت ومن ناحية شنو بعد من ناحية الكيميكال كومبزيشن من ناحية التركيب الكيميائي زيان واضحة لينان إن شاء الله يقول لك نرجع نرجع شوية يقول لك هنا تختلف من بكتريا إلى أخرى من ناحية التكنس السمك ومن ناحية الترتيب ومن ناحية شنو العمليات أو المكونات أو التكوينات الكيميائي وبعد شك لك ينا طلاب يقول لك صم بكتريا بعض البكتريا تكون مغطاة أو تغطى بي شنو تكون مغطاة بطبقة ذائبة نحيفة يعني تكون بطبقة قابلة للذوبان شسمها هاي اسمها السلم ليار يعني الجزء الأول من مكونات دقيق لايكوكاليكس هو السلم ليار زيان هاي شنو شغلها هاي يقول لك السلم ليار اللي هي تكون البسيطة الزغيرة الحلوة ها اللي هي تكون بروتكت حماية منين حمايتها حماية من اللوز أوف واتر عند نيوترينز عرفنا وظيفة السلم ليار شنو انه هي تحمي الخلية من فقدان الماء والمغذيات زيان بعد شنو عدنا يقول لك أكو بكتريا أخرى شنو تنتج بروديوس شنو الكابسول طبعا هاي الكابسولة اللي هي شيء شبير ها الشيء القوي الشيء البطل ها شيء سوى هاذا أو منين تتكون الكابسولة تتكون من بلوس كريد من وحدات شنو متعددة السكر لين قوية أو تكون من البروتينات أو شنو أو تكون من اثنين هن بوث يا أما يقول لك تتكون من البولي سكريد أو تتكون من البروتي واحدة أو شنو احتمال تتكون من اثنين هن من البولي سكريد ومن البروتينات بعد هنالشيقل لك شوف شيقل لك هنا يقل لك الكابسولة ها التحيط بالخلية تكون شنو تايتلي أكثر قوة ها مور تايتلي أكثر قوة منيان أكثر قوة من السليم لير هسا شنو عرفنا عرفنا الكابسولة هي البطلة والسليم لير هي الطبقة الخفيفة الثن ها زيان شيقل لك يقل لك هناها تختلف أو تكون العفو الكابسولة تكون شنو تكون ثكار سميكة أسمك من السليم لير وتكون شنو تكون قومي قومي اللي هي كونسستنسي اللي هي تكون شنو يعني تكون لزجة مو وبعد شنو ش تكون تكون مثل العلكة يعني بين قوسيها تكون مثل العلكة واضحة إن شاء الله هنا طلاب ما بيهفت شي صعب بس شوية رد لتركي خلن نرجع لها مراجعة سريعة يقل لك هنان نجيها مراجعة سريعة بسريع يقل لك هنان اللي تطور نفسها شنو من الماكرو موليكوليز حتى شنو حتى بروتكت شنو ذي سيل تحمل خلية وبعد شنو يقل لك هنان من بعد ما تحمل خلية رح أساعدها عليما على الهيل على الالتزام بالوضع البيئي زيان وبعد شنو يقل لك المكونات الكيميائية زيان بعد يقل لك تتكون من طبقتين الطبقة الأولى هي السلم لير الثن النحيفة والطبقة الثانية اللي هي الكابسولة الثكر اللي تكون سميكة زيان نجي للسلم لير السلم لير شنو وظيفتها هي حماية البيئة أمنيا حماية البيئة أمنيا من حماية الخلية حماية الخلية من خسارة الماء والمواد الغذائية والمواد المغذية زيان الطبقة الثانية اللي هي الكابسولة شنو يقل لك تحتوي أو تتكون أو ممكن أن تكون من البولي سكريت تكون من وحدات متعددة السكر أو تكون شنو من البروتينات تكون بروتينية أو شنو تكون من الثمين هن تكون شنو بطلة قوية زيان شي يقل لك بعد هنا يقل لك الكابسول شنو تكون مور تايت لأكثر صلابة أو أكثر قوة من من السلم لير يعني صير أقوى من السلم بينما الكابسول تكون القوية البطلة زيان شي يقل لك يقل لك هنا الكابسول تكون ثكر سميكة وتكون قمي تكون شنو يعني الهزجة مخاطية اللي هي الاستيكي تكون مخاطية يعني مثل العلكة زيان طلاب مراجعة سريعة بس شنو حتى تسجين هن تبارقة وتحفظ هن حتى ما تنساها البعض طلاب ناخذ الفنكشن اللي هي وظائف اللي هي الطبقة الاولى او طبقة الخارجية الاولى شنو وظيفتها نجيها هسا شوية شوية حتى تصير واضح عندك يقل لك هنا الكابسول الكابسولات فورم تتشكل منيا من فيو عدد قليل من البكتيريا الباثوجينيك من البكتيريا الممرضة هاي الكابسولة تتكون من عدد قليل من البكتيريا الممرضة مثل شنو مثل النيومونيا اللي هي شنو بس تلقي النيومونيا يعني شنو يعني التهاب الرأة يعني يسئلك سؤال يقول لك البكتيريا المسببة للانفكشن مثل ما عدنا هنا نشوف يقول لك تواوز تسبب شنو انفكشن دلنك يعني تسبب التهاب الرأة منو هي وانا بغمض أقول النيومونيا لان هي معناتها التهاب الرأة وبعد شنو عدنا عدنا هنان باعو هنان الفلونزا هاي شوفوها الجزء الثاني الفلونزا هاي انت انت مغمض الفلونزا شنو يعني حفظها هيش من انت تنصاب الفلونزا رح يصير عندك صداع بالراس يعني شنو اللي هي المنينجيتس شنو منينجيتس اللي هي التهاب أغشية الدماغ مونا بالراس يصير عندي الصداع اللي هي نفسها معناتها المنينجيتس أو منينجيتس اللي هي معناتها الصداع وبعد شنو عدنا عدنا البسلس اللي هي التهاب يسبب التهاب تتمتع بقدرة امراضية كبيرة تمام بسبب انو شنو الكابسولة تحميها من تحميها من هالكابسولة تحميها من خلايا الدم البيض ليش من خلايا الدم البيض لأن خلايا الدم البيض هي اللي تكون شنو تكون المسبب او المقاوم الاول للبكترية وسميناها شنو سميناها فاقوسايتوس اللي تكون شنو يعني البالعة للبكترية راح تصير شنو العدو الاول للبكترية هي خلايا الدم البيض واضحة وسهلة ان شاء الله عليكم وعدنا هنا الطبقة الثانية من الانفلوب من الغلاف اللي هي الببتودو اللي هي السيلول من مميزات السيلول انها تحتوى على طبقة البيبتودو اللي هي الطبقة او الجزء الاقوى بالخلية كلها هاي مميزات السيلول انها تحتوى على البيبتودو شنو هاي البيبتودو اول شي هنا حتى ما ادو اخك اهن انا واحدة واحدة نجي اول شي تعتبر سيكون لير الطبقة الثانية من بعد شنو من بعد الكابسولة وبعد شنو شي يقلك هنا يقلك هنا بعض بعض هاي ركز لعليها كلش وظيفة السيلول شنو 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 يعني يقلك هي التي تحدد شكل الخلية ركز عليها هاي ها ركز عليها determines the sheep of bacteria من يجيب لك مثلا سؤال يقلك من المسؤول عن determines the sheep of bacteria شنو شنو وانت مغمض اللي هي الببتودوغلين أو السيلول وبعد شنو 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 هاي ركز يوفر شنو يوفر باوالي يوفر strong structure support يوفر الدعم القوي للتركيب لتركيب الخلية يوفر الدعم القوي لتركيب الخلية ليش ليش يوفر الدعم حتى شنو كيف يحميها مني يحميها يحمي الخلية مني من بورستينج اللي هو شنو الانفجار أو شنو بعاد أو الكولابسينج الانهيار ذني الانفجار والانهيار ويحميهن مني يجن يجن من change in automatic pressure اللي هي من التغيرات التي تصير بالضغط فالسيل يحمي الخلية من الانهيار والانفجار يلا نكمل طلاب هنا هنا شي يقول لك الانفجار جزيئات كبيرة شنو هنا جزيئات الكبيرة مثل ما قلنا هي البيبتو دو 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 مثل ما عرفنا قلنا ميزة السيل هو أن يحتوي على البيبتو دو 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 اللي لأنه الجزء الأقوى اللي موجود بالسيل ول لأنه موجود بالجزء الثاني من بعد الكابسولة فشنو يكون الجزء الأقوى للسيل وزيان وبعش يقول لك هنا يقول البيبتو دو 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 لين موجود ب شنو حشنا هاي في السيل وول حس حشنا وبعش يقول لك كمية 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 البيبتو دو تختلف كميت تختلف بين بين شنو بين البكتريا يعني باختصار يقول لك البيبتو دو 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 كميتها تختلف بين مثلا بكتريا A بها مثلا كمية البيبتو دو 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 بينما ب البكتريا b موجودة نلقاها مثلا 90% يعني فرق بين خلية و أخرى بارق بين البكتيريا يلا نكمل طلاب هنا نقول لك ليش البيبتودوغلين كميتها تختلف من بكتيريا الى اخرى ليش يقول لك because لان مني بكتيريا العديد من البكتيريا لايب تعيش وين تعيش تعيش بهابيتات بمواطن ذات شنو لو سلوت شنو يعني تعيش بمواطن ذات تركيز منخفض زين ذات تركيز منخفض هس عرفنا انه ليش البيبتودوغلين يختلف من بكتيريا الى اخرى يقول لك لان البكتيريا شنو العديد من البكتيريا لايب تعيش بهابيتات بمواطن شنو ذات لوس وناخذ هنا ناخذ يقول لك المؤثرات التأثر على السيل وال سي دابليو يعني هي السيل وال شنو المؤثرات اللي هي تسبب او الضر السيل وال مثل شنو عندنا لدروكس الادوية اللي هي قل لك شنو التريت انفكشن اللي هي شنو يعني لعلاج العدوى الادوية تستخدم حتى نعالج بها العدوى مثل شنو مثل البنسلين والسيفالو سبورينز بعد شنو شنو شي قل لك وهاي من مثلا علاج العدوى راح شنو سبب سبب لايسز سبب تحلل زين الجزء الثاني شنو بعد اللي هي اللي هي اللي هي شنو يعني اللي هي المطهرات مثل شنو المطهرات نهر وفاحنا الكحول وبعد شنو اللي هي المنظفات شنو سو هاي قل لك كل البكتيريال تقتل خلايا البكتيرية شنو سبب سبب دمج وين يعني تلف بالسيل وال زين وبعد عدنا هنا اللايزوسوم أو اللايزوزايم اللي هي قل لك هي أنزيمات اللايزوزايم اللي هي أنزيمات شنو يعني كونتين موجودة وين موجودة موجودة بالتيرز الدموع وموجودة بالسالفة اللي هي اللعاب زين وبعد شنو يقل لك هنا أنا بوروايد توفر النيتشورال ديفينز توفر شنو يعني توفر الدفاع الطبيعي ضد الخلية الدافع بشكل طبيعي المن لي الخلية أو وي الخلية أو ضد الخلية بواسط شنو بواسطة الهايدرو لايزنج اللي هي شنو يعني الهايدرو لايزنج اللي هي طريقة التحلل المائي المن للبونز الروابط شنو اللي هي اللي هي اللي هي شنو يعني السلاس اللي 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 شنو تسبب هاي وتسبب الجدار الجدار مراجعة سريعة المؤثرات هي الدروغز الأدوية شنو شنو الانزيمات موجودة موجودة بالتيرز الدموع عن سليفة اللعاب شي سوى بعد هذا بروفايز يوفر اللايسوزايم يوفر شنو دفاع طبيعي ضد المن ضد الخلية البكتيرية بواسطة الهايدرولايزنج بواسطة تحلل المائي المن تحلل المائي للي الروابط الموجودة بالقلايكان اللي هي السلاس اللي كوجينية ليش لأنها تسبب كوز تسبب the sale أو the wall to break down تسبب تكسر أو انهيار الجدار اشتركوا في القناة